اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحبا أقرأ لك آية من سفر الجامعة الأصحاح السامن سفر الجامعة كتبوا سليمان الملك الروح قدس هيما على سليمان الملك علشان يكتب مش سفر واحد من أصفار الكتاب المقدس ثلاثة أصفار الروح قدس هيما على سليمان فكتب سفر الأمثال هيما عليه مرة كمان فكتب سفر الجامعة هيما عليه مرة كمان فكتب سفر نشيد الأنشاد وهيما عليه فكتب مزمور من المزامير المية وخمسين في مزمور من المية وخمسين مزمور كتبوا سليمان تحت هيمنة الروح القدس الكاملة يعني اللي كتبوا سليمان ده وموجود في الكتاب المقدس ده جزء من الوحي من أصحاح تمانية بقى سفر الجامعة أول آية من كالحكيم ومن يفهم تفسير أمر يعني مين زي الحكيم ومين زي اللي بيفهم تفسير الأمر يعني هنا الآية معناها أن الحكيم ده أحسن حاجة أنك تبقى حكيم أحسن حاجة أنك تعرف تفسر تفسر إيه تفسر كلمة الرب تفهم الآية بتقول إيه وبتقول إيه ينطبق على ظروفك وعلى حالتك تفهم زي ما بيقول الكتاب في سفر دانيال الفاهمون يحصل لهم إيه يضيقون زي الجلد كده زي السماء لما الفهم مهم جدا فهم كلمة الرب والحكمة أن أنا أبقى عندي حكمة شيء مهم جدا 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 من كالحكيم ومن زي الشخص اللي بيفهم تفسير أمر يفهم التفسير بتاع الآية بتاع القصة القصة دي المعجزة دي اللي عملها الرب يسوع معناها إيه بالنسبة لي وطبعا مش ممكن تبقى حكيم ومش ممكن تعرف تفسر معاملات الله وتفسر كلمة الرب بدون الروح القدس مش ممكن الحكمة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس بس هي الحكمة زي ما بتقول رسالة يعقوب التي جاية من فوق مش حكمة جاية من فوق مش حكمة ولدت بيها دي تقتنيها إزاي تقتنيها بالروح القدس تصلي والرب يديك حكمة تقرأ فيه كلمة الرب والرب يديك حكمة يعني الحكمة ده عطية من الله وفي رسالة يعقوب عندنا آية بتقول كده اللي ناقص حكمة ما عندهوش الحكمة اللي من فوق ما عندهوش الحكمة اللي الرب بيديها أهبة يطلب يطلب من الله الذي يعطي بسخاء يديك الحكمة بسخاء من كالحكيم وبعدين تقول لي طيب أنا مش حكيم أقول لك آه بس في إمكانك أن تكون حكيما بكل تأكيد بإمكانك أن تكون حكيما لو ليك علاقة مع الرب بتطلب الروح القدس يشتغل جواك ومن خلال تأملك في كلمة الله من خلال دراستك لكلمة الله من خلال قراءتك لكلمة الله هتبع حكيم يعني عندنا في العهد الجديد من رسالة بوليس الرسول التانية إلى تموساوس آية تقول أن الكلمة كلمة الرب لما مندرسها لما منتأمل فيها تدينا حكمة وعندنا كمان آية في أطول مزمور من المزامير بتقول أن الحكمة أن الكلمة بتدينا الحكمة يبقى أنا عشان أب حكيم وينطبق علي من كالحكيم يعني مين يبا زيه علي أعمل إيه علي حكتي أصلي من أجل أن أكون ممتلئا دائما بالروح وروح قدس هو روح الحكمة في الديني حكمة وأواظب على دراسة كلمة الرب أواظب على التأمل في كلمة الرب لو أعمل الحاجتين دول الصلاة والكلمة ودراسة الكلمة 100% هب حكيم زي ما بتقول رسالة تموساوس بوليس تموساوس رسالة تانية وزي ما بيقول مزمور 119 ولما أب حكيم إيه اللي هيحصل قولك حكمة الإنسان تونير وكه يعني تغير الملامح الخارجية ليه لأن الحكمة لما الرب يديني حكمة عرف أتصرف في المواقف الصعبة مش هيبه علامات الألق بين عليا مش هيبه علامات الهم والحزن والخوف بين عليا لأني هفهم لأني أعرف أفصل الأحداث هشوف الرب بتشتغل فيها الحكمة تخليني مش مندفع الحكمة هتريحني والراحة هتبان في ملامح وكه هنا بيقول كده حكمة الإنسان تونير ايه وكه وصلابة وكه تتغير يعني بعد ما يبقى شخص كده دائما مخيف وملامحه صعبة وبيعمل الناس بنظارات قاسية يبص للناس كده بقسوة لا الحكمة هتغيره خالص هتخليه وديع واتخليه متواضع وشكله مش هيبه مزعك وشكله هيبه عليه نعمة يقول كده الكتاب حكمة الإنسان اللي ياخدها من الرب تونير وكه وصلابة وكه ايه تتغير لو انت الناس في فعلتك بيخافوا منك بدل ما يقربوا لك مخيف ما فيكش لطف اللطف بتاع الروح عما سمر روح قدس لطف دائما يخافوا يتكلموك مزعك لا لما تقتني الحكمة اطلب انك تقتني الحكمة هتتصرف معهم بطريقة مختلفة ونفس ملامح شكلك ونظرات عينيك سوف تختلف اعرى الآية مرة كمان من كالحكيم وحكمة الإنسان لما يبقى حكيم تونير تخليه هيكه منور كده مش مظلم تونير وكه وصلابة وكه ايه تتغير تعالى معي عزيزي المشاهد الان الى سفر الخروب اصحاح 15 بينه كمل التأمل في رحلة موسى في البرية بدأ موسى الرحلة البرية التي امتدت لاربعين سنة بدأها بالتسبيح وبعدين مشي بالشعب تلت ايام وكان فيه مشكلة كبيرة في التلت ايام يعني بعد ما الشعب فرح اوي 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 النساء يقول الكتاب خرجت جميع النساء وراء مريم اخت موسى دي الزعيمة بتاعتهم او القائدة بتاعتها بتاعتهم وبيدفوه في رأس يعني كل النساء فرحانة بالمعجزة العظيمة ومع مريم بالدف بقى كل واحدة معاها دف وكلهم بيرنموا بيسبحوا وبيرقصهم ده فرح غير عادي ومريم قالت لهم كده رنموا للرب داعتهم لانه تعظم تعظم قدام عينينا لما شفناه غرق فرعون وخلصنا منه الفرس وراكبه اللي هو فرعون طرحهما الرب فيه البحر بعد الفرح العظيم ده وموسى كان مفصود جدا وشفنا التسبيح اللي عمله والتسبيح العميق الرائع اللي عمله بعد ما شفنا ده مر موسى بمرحلة صعبة ليه اول ثلاثة ايام كانوا صعبين اوي ليه لاني ما فيش ميا والشعب ما كانش ده ما قلتلك في حال الفاتح ما كانش متعود على كده مش متعود هو في ارض مصر اه كان مزلول من فرعون كان مشغلوه جامل ده ما كانش عنده مشكلة في الميا على الاطلاق الوقت ما عنده مشكلة في الماء ما فيش ميا في الثلاث ايام وقلنا ليه الرب سمح للشعب بانه يمر بهذه التجربة انه ما يباش فيه ميا ومش يوم واثنين وثلاثة والميا اللي واخدنا معاهم وهم طالعين من ارض مصر اللي بتخلص يعني ليه تعرض موسى والشعب لكده قلتلك في سفر التسنية اصحح تمانية الرب بيجيب على ده وبيقول عنده اسباب ايه يا رب الاسباب اولا عشان الشعب يتواضع يبقى متواضع لما لما تبقى محتاج ومش عارف تسدد الاحتاج بتاعك هتبقى متواضع مش متكبر يا اه انا عديت البحر بقوة لكن ده مش خلينا اتكبل انا عديت صحيح البحر الاحمر بمعجزة لكادي في الصح انا مش لقي مية لكادي اتضع واعرف قد ايه انا ضعيف امام الظروف والظروف ما تخدعكش يعني لو انت في ظروف كويسة كده عندك فلوس وعندك وعندك وشغلك ماشي لا ما تنخدعش وتتكبرش بسبب ان ظروفك كويسة لان ممكن تمر بعد شوية بظروف صعبة ولو انت هتتكبر الرب هيمررك في ظروف صعبة عشان تتعلم التواضع لو انت نجاحك في شغلك هيخليك تبقى متكبر وقاصي مع زوجتك واولادك لا الرب هيمررك بظروف تانية تنكسر فيه عشان تعرف تعبلهم كويس وتعضر ظروفهم وتعضر مشاعرهم فده السبب الاول السبب التاني قال يعرف ما في قلبك يعني الرب بيدخله منه عشان يعرف اللي جوه قلبه تقول لي ما الرب عارف من غير اي حاجة من غير اي حاجة ما الرب عارف اللي جوه قلبي اه بس الرب عايز يعرف من خلالي انا يعني ايه يعني عايزني اشوف العيب اللي في ورح اقول للرب انا في العيب ده وهنا الرب يتدخل ويعالج الحتة الوحشة اللي في هو عارف ان عندي حتة وحشة انما الرب عايزني اشوف عشان اكلم عنها ليه لان الرب طريقته في علاجنا وفي شفاء هو الصلاة وصلاة حوار مع الرب ان انا بقول للرب انا صحية تعبانة ما تقول ليش بقى الرب عارف ان صحية التعبانة اه الرب عارف لكن عايز يعرف منك لان لما يعرف منك يبقى فيه شركة يبقى فيه حوار يبقى فيه علاقة وعشان كده الاية بتقول في كل شيء تعال للرب بالصلاة في كل شيء الرسول بوليس بيقول كده في كل شيء كلم الرب عن احتياجاتك كلم الرب عن مشاكلك في العمل كلم الرب عن مشاكلك مع الجلان كلم الرب عن مشاكلك مع بنتك نكلم الرب ونطلع مشاكلنا قدامه ونرمي ممنع عليه فاحيانا بقى انا باش عارف المشاكل بتاعتي ومش عارف الحاجات الوحشة اللي جواي فالرب يحطني في ظروف صعبة عشان يطلع الوحش ولما يطلع الوحش القاية بتقول ايه ليعرف ما في قلبك يعرف من خلال بقوله اه يا رب انا جواي خوف انا جواي عدم ايمان والتجربة بتاعت التلات ايام واللي حصل بعد كده طلعت ان الشعب ما عندوش ايمان وعندوش شك في الرب وما عندوش ثقة في محبة الرب خالص ما كانش لباين في الظروف الكويسة بان هنا في الظرف ده فلما يبان هيكلمه الرب بقى عنه وعشان كده الرب ايه اه اه يطلع الوحش بأول حاجة عشان اتواضع نمرأ اتنين عشان 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 الناس اتوالع الناس اللي في الاول لما شافوا المياه شافوا مياه فمعنوياتهم ارتفعت قالوا خلاص صحيح تعزمنا ثلاثة ايام مفيش مياه لكن خلاص وجدنا المياه لما راحوا للمياه دي يقولوا كده لم يقدروا ان يشربوا ماء قدامهم مياه ليه لانه لقوا ان المياه مر مر ما تشربش يعني وممكن تكون مش مر بس مر ومؤذية وجدوا ان المياه مر لم يقدروا ان يشربوا رغم ان ما فيش مياه خالص ما يدروش يشربوا اه دي بقى اول حاجة صعبة عانى منها الشعب التلات ايام ان التلات ايام مفيش مياه محرومين من حاجة حاجة نقصة طيب والحاجة التانية بقى اللي تعبوا منها قادر سميها تجربة الاحباط ان يجي لك امل وبعدين وتبقى شايف ان فيه باب تفتح المشكلة خلاص تحلت وبعدين تلاقي ان دا كان صراب خداع لا باب تفتح ولا مشكلة اتحلت ومن القصص اللي في الكتاب مشهورة قصة يوسف ان لما فصل الحلم للراجل اللي اللي بيقدم الحاجات الحاجات اللي بتتشرب للملك وده راجل مهم جدا لانه عشان بيحمي الملك من السم وانه يتحط له سم فيما يشربه الملك ساقي الملك كان مسجون مع يوسف ويوسف فصل له الحلم بتاعه وقال له الحلم يتحقق ومش يتحقق بعد مدة بعد تلات يام دا يؤكد لك ان انا بريء انت بقى راجل قريب للملك مش لما تقول الملك ده واحد فصل للحلم وده بريء ومظلوم هيطلع عني وجد بقى ايه الباب تفتح خلاص هنطلع من السجن الراجل والحلم تحقق المنطق ان الراجل يطلع يفتكر يوسف ده اني ده مش قصة بسيطة تتنسي يعني ده انت كان محكوم عليك في السجن انك هتتقتل كنت منتظر حكم اعدام وجاء واحد فاصلك الحلم وقال لك بعد تلات ايام هتطلع وطلعت اصول يعني ما تنسهوش قبل نسي يقول الكتاب ان اصاق الملك لم يتذكر يوسف ناسي يوسف ايه ده ده تجربة احباط ان يوسف يبقى متوقع انه يطلع من السجن وبدال ما اطلعش ومشاف الحل وبقال الحل ممشيش وبدال ما يطلع من السجن يعقد في السجن والتاني طلع ونسيه خالص طب ما افتكرش بعد اسبوع ما افتكرش بعد اسبوعين ما افتكرش افتكر بعد سنتين دي تجربة اسمها تجربة الاحباط انه وجدوا مية مية خلاص ما عندناش صحرة خلاص في مية يقوموا يشربوها ما يقدروش ولم يقدروا ان يشربوا ماء من مرة لانه مر التوقيت هنا مهم جدا 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 التوقيت ده كان بعد ما مشيوا ثلاث ايام بعد مشي ثلاث ايام مهم جدا جدا هذا التوقيت اللي وجدوا فيه المية واحباطوا فيها ليه مهم تعرف التوقيت ده مهم جدا لو رجعت لي سفر الخروج عصحاح تمانية لانه في سفر الخروج عصحاح تمانية بنقرأ ان موسى وعرون قالوا لفرعون نذهب صفر ثلاثة ايام في البرية وبعد ثلاث ايام هنعمل مسبح للرب ونسبح للرب الهنا كما يقول لنا يعني هنمشي هناك بقى هيقول لنا تعملوا ايه وتعملوا ايه بس بعد ثلاث ايام بعد ثلاث ايام ماشي في البرية من خروجنا من ارض مصر هم ماشيوا ثلاث ايام كانوا الاصول يعملوا ايه كانوا الاصول يعملوا اللي الرب قايل عليه واللي الرب قايل عليه نعرف من شاهد اخر انه هيبقى احتفال هيبقى عيد لانه عيد يعني ان بعد ثلاث ايام هنعملوا احتفال للرب هيقدموا فيه زبائح للرب وعيبوا فرحانين بالرب بعد ثلاث ايام بس بعد ثلاث ايام بدل ما يعملوا اللي الرب عايزهم يعملوه يفرحوا بالرب يقول الكتاب ايه بقى تزمر الشعب تزمر يعني عمل حاجة عكس اللي الرب عايزهم يعملوها ليه لانه ما عندهمش ثقة في الرب ما عندهمش ثقة ما عندهمش ايمان رغم انه شافوا معجزات كتير في ارض مصر وشافوا البحر بينشأ ومشوا جواه ومية سورة عن يمين ومية سورة عن شمال ويبصوا في الارض ما فيش نقطة مية في الطريق اللي بيمشوا فيه الرب جفف حتى الحتة دي جففة ايات تؤكد هذا ان الارض دي اللي مشوا عليها جفة يعني يبصوا تحت ايمين سور نار سور مية شمال سور مية الارض جافة ومشوا فيها ومشوا فيها فرعون مشوا فيها زي يوم غرق لان المية رجعت تاني زي ما كانت رغم انه شافوا ده ما عندهمش ايمان لان لو عندهم ايمان يقولوا الرب علينا ايه نسبح ونقدم زبائع ونفرح ونعيد بالرب والمية المرة دي الرب يحولها المية عزبة احنا نعمل نمشي في مشيئة الرب والرب مسؤول عننا لا للاسف ما كانش عندهم ايمان ما كانش عندهم ايمان ودي رسالة مهمة جدا ان الايمان مش هيجي من انك تشوف معجزات طب تقولي ما الايمان ييجي ازاي بالصدق اللي زي الحكمة الايمان ييجي نتيجة علاقتك مع الرب وعلاقتك مع الكل علاقتك مع الرب وسماعك لكلمة الرب هي اللي تعمل جواك ايمان مش رؤية المعجزات ممكن المعجزات تشجع لكن بدون كلمة وبدون علاقة مع الرب ما شافوا معجزات كتير انما بعد ثلاث ايام اكتشفوا انهم عندهمش ايمان ان جواهم تزمر تزمر على القائد اللي حررهم من ارض مصر وبدل ما يسبحوا الرب طلعوا كلمات سيئة ضد موسى عزيزي المشاهدة كمل معاك في الحلقة القادمة الرب معاك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمورية مصر العربية او ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 غرينفرد يو بي 5 9 بي ج يو كي او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 اكلم 500 77 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org اربوا معكم والى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية